موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم مشاهدينا في كل مكان و اهلا بكم الى نافذة جديدة من ساعة صباح و نتابع فيها طفلي منبوط كيف اتعامل معه وما اسباب الرفض الاجتماعي للطفلي في البيت والمدرسة طفلي لا يشارك زملاءه و اصدقاءه في اللعب او الانشطة او بالاحرى هم لا يسمحون له بذلك هذه الشكوى على لسان احدى الامهات عن معاناة طفلها من النبذ في المدرسة و النادي في مشهد اخر لسان حالي الصغير يقول اسرتي لا تحبني دائما اتعرض للعقاب والعزل بينما ينعم اخوتي بالتدليل والمحبة ما بين المشهدين كيف يتعامل الوالدان مع الطفل المنبوذ وما اسباب الرفض الاسري والمجتمعي الذي يتعرض له الصغار نبدأ معكم لقاء هذا اليوم من ساعة صباح بهذا المشهد التمثيلي قبل بداية النقاش نتابع السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي حمد الله السلام عامل ايه كالتسان دوتشادك شيل الشانطة دي عشان كتفك حد زعلك في مدرسة ايه واكون حد زعلك الله 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 طب مين العسول بقى الراسم دي احذر انك تفرق في المعاملة بين ولدك لا تفضل الولد على البنت ولا العكس أهلاً 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 ولتفضل الكبير على الصغير ولا العكس ولا تفضل المتفوق دراسيا على المتأخر وهل الجميل على الوعش ولا أي سبب رشدة النفسية بتقولك إن التفريق بين الأبناء جرح نفسي وخطأ طربوي لا يسقط بالتقادم اعدلوا الحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي الأستاذ تامر جمال أهلا بك معنا وصباح الخير أهلا بك صباح النور أهلا بك وقبل أن نبدأ نقاش كما عودناكم مشاهدينا أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر النبذ الاجتماعي هو موضوع حلقة اليوم وخاصة للأطفال أو بالأحرى سنركز على الأطفال يعني هذا المشهد الذي القاسي حقيقة الذي رأيناه الآن وردود الأفعال التي ينبغي أن يشعر بها كل أب وأم نبدأ اللقاء بتعريف النبذ في حد ذاته ما هو؟ شخص المنبوذ شخص غير مرجوب فيه شخص يتصل رسالة أننا ليس عايزينك في المجتمع بتاعنا في المجموعة بتاعتنا في الحي في المدرسة في البيت أيما كان هذا التجمع هذا التجمع يرفضك يرفضك شخصيا لشخصك هو مش عايزك أيما كانت الأسباب لكن الرسالة بتصل للشخص المنبوذ أنه شخص غير مرجوب شخص غير مستحب وجوده مع مجموعتين ما مجموعة أصدقاء مجموعة أسرية مجموعة دراسة هو ده تعريف البسيط للنبذ بس المهمة الرسالة تصل من الممكن أن يكون الشخص منبوذ لكن الرسالة مش وصل له من الممكن أن يكون الشخص مش منبوذ بس وصل له رسالة أنه منبوذ يعني المهم ما يصل للمتلقي لو الشخص موضوع بحثنا أو كلامنا عنه النهاردة ليه بيصله المفهوم اللي عنده أنه غير مرجوب فيه من مجموعة ما يعني أتفهم جيدا أو من الممكن أن يتفهم أي شخص فكرة النبذ الاجتماعي تكون بالنسبة للأطفال يعني فيها نوع من القسوة ولكن أن يكون النبذ من داخل الأسرة هذا ما لا أستطيع أن أتفهمه بالتأكيد يعني إشرح لي هل يكون النبذ أسري أو من داخل الأسرة الأساس للنبذ هو الأسرة يعني للأسف أول ما بيكون خطوة نبذ اجتماعي أو شخص الجير مقبول أو مرفوض في المدرسة أو مع أصحابه أو في شغله أساس وبدايات هذا النبذ بتتكون من الأسرة هي الأسرة أصلا غير متقبلة وجوده لكن هل في أسر فعلا بتقول أنا مش متقبلة هذا وجود الطفل دو أو البنت دي أو الأولاد دول نادر ما بنجد هذه الصراحة والفجاجة لكن بيحصل حواليها التفاف يعني ما فيش حد مثلا بيقول أنا بكره أولادي كل الناس بتقول أنا بحب أولادي لكن بنشوف حوادث من الإزاء البدني بتوصل لا قدر الله في بعض المجتمعات لإزاء عنيف وأحيانا للقتل لكن الكل بيقول أنا بحب أبنائي لكن إيه اللي بيحصل من هذه الإزاءات؟ من أشكال النبز مثلا من إشكال الإزاء النفس العنيف تفضيل الولادة على البنات معداد نبز معناه أنك أنت بنت مش مرجوب فيك بالنسبة للأب أو مش مرجوب فيك بالنسبة للأم في حد من الأسرة مش متقبل الولد دوت أو مش متقبل البنت والعكس ساعات أسر تفضل البنات على البنين أو البنين على البنات طب هذه الأشكال من الممكن أن نستفيد فيها ولكن هل العبارات البسيطة التي من الممكن أن أعبأ لها أو يعني لا أكترث إن كانت فعلا من الممكن أن تؤذي الطفل يعني أمثلة كثيرة كل بعيدا عن موضوع الجلوس خذ أكلك واذهب إلى الغرفة وأشياء كثيرة لا تجلس معنا الآن مثلا هذا من الممكن أن يحدث بالفعل بدون قصد هل من الممكن أن يترك أثرا يشعر الطفل بهذا النبد هو كل أشكال العقاب لازم يوصل للطفل إن أنا مش بعقب هو شخصه أنا مش عاجبني سلوكه أنا مش عاجبني الأفعال اللي هو بيعملها لكن هو شخصه هظل أحبه طيب كيف يصل هذا إلى الطفل إن أنا مستخدمش ألفاظ زي صراحة أنا بكرهك أنا بحبكش أنت ابعد عني أنا مش أمك إحنا أنت مش ابننا أحيانا بيصل الرغبة في العقاب لحد الانتقام والإزاء والغيز يعني بتستهدف الأم أن يتغيز ابنها تصل ما يسمى نفسيا إلى الألم النفسي وتصير عنده ألم نفسي تقوله أنت مش ابني إحنا لألائناك عند الجامع بص أنت مش شبهنا ما تقولش معانا أنت كلها أنت لكن مش السلوك السلوك اللي نقصد لي أنا ما بحبش الكدب أنا مش بحبك أنت أنا ما بحبش اللي يكدب أنا ما بحبش اللي بيسرق اللي بيسرق بيبقى مش كويس اللي بيأخد الحاجات بتاعت إخواته مش حلو اللي بيعمل اللي بيخش مواقع إباحية ده شخص وحش لكن أنت في حد ذاتك هتظل يعني حبيبنا وابنا لأنه هي دي الحقيقة لأنها بنشوف بعد فترة بعد ما بتسوي الأمور خاصة في سن المراقب يتيجي الأب والأم يقول ساب البيت ومشي ارجع وطلباتك مجابة طب ليه من الأول يكون عاملين يقول يعني أنت مش ابننا والطرف الضعيف في العلاقة العاطفية هما في الحقيقة الأباء وبالتالي ما نكشش في هذه المساحة ولو بنتكلم في مساحات الحب بنقول حبنا للأولاد غير مشروط بمعنى ما يوصلش للطفل أن احنا بنحبك طول ما انت كويس ما بقيتش كويس فاحنا مش بنحبك هنا بتبذل بدايات عدم التقبل وبدايات أنه شخص مموز كل أشكال العقاب حتى لو تجاوزنا وقلنا بعض الأسر بتستخدم الضرب لازم يصل للطفل أننا مش بضربك لأني بكرهك أنا أضربك أو بعقبك هذا العقاب البدني ما تحفظنا عليه نتيجة السلوك اللي انت عملته السلوك ده بين قوسين لكن ما تكلش معانا أو خش قطك أو وقف اللي هي الاستقطاعات الوقتية بعض الأسليب التربية بتستخدم هذه النمازج في تحفظات تربوية عليها كتير لكن حتى لو استخدمت هذه النمازج لازم يصل للطفل أن ده نتيجة السلوك مش لأنت شخصك أنت شخصة تظل محبوب وبالتالي بنقول لو اعتذر الطفل مثلا في أي شكل من أشكال العقاب كان صحيح أو خاطئ لو اعتذر الطفل بنقول الأبوين اقبلوا الاعتذار فورا يعني خلاص أنا آسف مش هعمل كده تاني بيقبل الاعتذار مباشرة علشان سببين الأول ما يتعاودش الطفل التزلل السبب الثاني أننا قبلك أول ما تتوقف عن السلوك ولكن ما ليس له سلبيات أيضا فكرة أن يخطئ ثم يعتذر ويعرف يعني كما البكاء مثلا إذا أراد شيئا وبكى عرفا ولبينا له هذا الطلب عرفا أن هذا مدخل إذا أخطأ يعني بادر بالاعتذار سريعا وقبل الاعتذار أيضا سريعا ربما كانت هذه عادة أخطئ وأعتذر وما الضير في ذلك فيه قاعدة تربوية بتقول من اطلع على أسرار العباد ولم يتحلى بالرحمة الإلهية كان اطلاعه وبالا عليه يعني إحنا بنغلط مع ربنا نفس الموضوع ونفس الحدودة كده بنغلط ونستغفر ويغفر لنا ونغلط أحيانا يتكرر نفس الخطأ ولو يتكرر عشرات المرات الله يقبلنا وغفر وغفور هنأخذ هذه الميزة وهذه الجمال وهذه الروعة فيه تعاملنا مع الأبناء عشان كده بنقول نقبل الاعتذار سريعا كمان مغرد ما يعتذر إلا لو إلا لو كان دايدانه الاعتذار 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 نقبل ولكن نوضح له يعني الأساس هو القبول الأساس في الاعتذار هو أننا بقبل لأننا بنشوف نماذج ودي نماذج واضحة في المدارس وماضحة في الأسر أما بيقصل لسن المراهق وقلت بعملك هي أكتر من كده أنا اعتذرت لك خلاص خلاص مش قابل اعتذاري يعني بيقصل الفجور وبالتالي لو كان باب الرحمة والمغفرة مغلق يبقى فجور يبقى خلاص هكمل قتل هكمل معصية ما فيش رجوع وبالتالي في كل أشكال الأخطاء السلوكية لداخل الأسرة لازم يعرف الطفل أو الشاب أو المراهق أن له بابا للعود لكن السؤال هو بيغلط ويعتزل هو بيعتزل أنا أقبل اعتذار لكن أوضح وغير في أشكال العقبات التي أنا بعملها أزود أغير النوع أعفو أتغافل يبقى هذه نقطة الضعف أشوف الحلول للمشاكل الممكن فيها لكن في مداخل تانية لكن الأساس في الاعتذار هو القبول طيب المشهد مرة أخرى والعودة إلى هذا المشهد القاسي حقيقة يعني هناك نوع أو استشعرنا نوع من أنواع التفرقة بين تصرف الإبن المشتهد أو الإبن المشتهدة والإبن التي لديها قدرات محدودة ليست كشقيقتها وكذلك الولد والبنت هل هناك أنوات معينة من الممكن أن يتصرف بها الأهالي هم يشعرون أنهم يتصرفون بتلقائية إذا كان الأخ متفوق عن أخيه من باب التحفيز يعني انظر إلى أخيك أو انظر إلى أختك وهكب هل هناك أشكال أخرى وما يعني المشاكل التي تسببها هذه المقارنات على نفسية الأطفال كل أشكال المقارنات مرفوضة داخل الأسرة أنها بتؤدي إلى ألم وجرح نفسي ولا تؤدي إلى تعديل السلوك يعني لما أقول لأخ أن أخوك أشتر منك استخدمت السيغة أفضل وأفعل أحسن أجمل أشتر أسرع كل حاجة اللي فيها تفضيل زي ما في صورة يوسف أحب إلى أبينا منه أول ما يشعر الطفل أن فيه حد أفضل وأفعل تبدأ عملية رفض الشخص المفضل يعني محبش اللي أشتر دوت أكرهه وفي نفس الوقت أنا مش هتشتر وابقا كويس يعني طول ما أنا أقول أخوك بيرتب الأوضة أفضل منك أخوك بيشوف الزروس أفضل منك مش هيؤدي وده بنقول لكل أولي الأمور لن يؤدي أن الولد يغير سلوكه للأفضل لكن الوحيد اللي هنكسبه أنه هيكره أخوه مصدر المقارنة بل وأحيانا يحاول يعرقله وينزله من هذه المكانة يعني يحاول ما يخلوهش يذاكر أفضل يحاول ما يخلوهش يرتب قطه أفضل وبالتالي يقولنا شوف أهو ما رتبش أهو شوف رمى أميس وأهو ما شالش ده عاوز يسوي ويشوي صورته عندنا مش يحسن من نفسه وبالتالي المقارنة بتكون لو اضطرنا ليها مقارنة الطفل بنفسه يعني إيه بنفسه يعني أنت كنت أفضل الشهر اللي فات أنت كنت بترتب قطك إيه اللي حصل كان شعرك حلو بتهتم بيه بيقى تسيب شعرك ليه مش أقوله شأكوك أفضل منك فيه وفيه لكن أقارنه أقارنه بذاته لو اضطرت إلى المقارنة من أشكال المقارنة التانية المقارنة داك للأسرة بالإخوات المقارنة بالأهل والعائلة الممتدة ولا تخالك ولا تخالتك المقارنة بالذات أنه أنا أقوله لما كنت في سنك أنا كنت على طول بيقدرك يعني إما دي فيها كذب أو بيبدأ إما يكبر شوية يكتشف أن يعني إحنا الزمان جير للزمان لما يبدأ فيه مرحلة الإعدادة أو القدر على النقد أنه ينتقل فمقارنه بالعائلة أو أفراد الأسرة أو بذاتي أو بالأقران والأصدقاء دي مقارنات كلها شكلها قاتل ومميت وتؤدي إلى النبز معناها أن أخوك أفضل منك وأنت في وجهة نظري الأقل لكن يعني أولياء الأمور أو الأسر عموما تقول ما هو من الطبيعي يعني أنا بميل للأشتر يعني واحد يجيب درجات كويسة وأخلاقه حلوة وزي الفل ومطيع كيف سأقرن ذلك بها يعني من الطبيعي أن أميل للشخص دوت ويكون أقل من المتأكر بنقول الأسر ما تركز فيه سلة واحدة يعني ما تخليش كل حياتك وعينك كلها هي الدراسة ما تخليش كل حياتك وعينك هي كرة القدم فالشاطر فيها هو حبيبي والمشاطر ما تخليش كل حياتي هي الألوان فالأبيض بحبه والأصمر لا والأصمر بحبه والأبيض لا لا ألوان ولا دراسة ولا سماعان كلام لأن سماعان الكلام عليه علامات استفهام كتير طيب يعني هذا بالنسبة للطفل يعني الآخر الأقل في القدرات يعني المخفق في الدراسة وكثير من الصفات لكن ماذا عن الطفل الآخر اللي هو يعني المفضل المفضل أو المتفوق أليس يعني لو أخذت بكلام أستاذ تامري الآن وسويت بين الأبناء فيه حتى التشجيع وأدوات التشجيع كيف أعطي للطفل المتفوق الذي يقوم بسماع الكلام وبالطاعة وبأداء المهام المطلوبة منه بشكل قوي جدا كيف أقوم بتكريمه أو يعني ماذا يقولون تعزيزه تعزيزه تعزيز السلوك مش ممنوع أنا هعزز السلوك المتفوق سيظل يعزز يعني المتفوق دراسيا اللي بيأكل درجات نهائية مثلا في المواد الدراسية لازم يعزز لكن ما أقولش للأقل شايف شطر بقى لشان تبقى زيه أو خاد الستيكر أو خاد الهدية أو أنا جبت له حاجة حلوة وانت خليك كده مركون لا يمنع أن أنا عزز الأفضل لكن مفرسي ومغصي الأقل بل بالعكس لازم بقى أدور على مساحات أخرى للمتأخر ده لأن أحيانا بيبقى الولد الضعيف جايب أخره في المساحة دي يعني أنا لن أستطيع أن أحصل الأول ده وفي الأجلب بنجد الأسرة فيها شخص أو اتنين يعني متفوقين جدا وفي مجموعة واحد أو أكتر مش قادرين يحصلوا الاتنين دون أو مجموعة كلها متفوقة كلهم شطرين مع عدى واحد أو مع عدى واحدة في مجال ما بالتالي أنا للأخير ده وهو المتأخر ما حاولش أدفعه أن يبقى زيهم لأنه هو خلاص جايب أخره ممكن أسباب كتير منها مثلا الأيكيو مستوى الزكاء هو مش قادر يحصل أبحث لمساحات أخرى من الممكن أن يتفوق فيها يعني عندي أحمد ومحمود دول شطرين جدا في المدرسة وبيجيبوا درجات انهائية والمدرسة بتكرمهم وأنا كمان لازم أكررهم أكرمهم وعززهم لكن عندي مننا الصغيرة ضعيفة جدا في الرياضيات وما فيش فايدة بتاخد دروس وبعمل معاها إبداعات علشان تتحسن لكن هي درجاتها ما بين الـ 50 و 60% لو أنا حاولت أشطرها أنا في الحقيقة أكسرها لأن هي جايبة أخرها في المساحة دي لو بحثنا هنجد ممكن مستوى للزكاء هي مش مدخل زكاءها التعليمي أو الأكاديمي مشاكل في الدراسة في دولتي هي مش قادرة توافق نوع الزكاء اللي عند بنتي الصغيرة وبالتالي مطلوب من الأسرة هنا أنها تبحث لمجال تاني على بنتها تتفوق فيه مثلا الاتنين أحمد ومحمد دول شطرين في الدراسة لكن فاطمة الصغيرة دي حفظة جزء عامة فاطمة الصغيرة شاطرة في كرة السلة فاطمة الصغيرة بتعزف بتعزف موسيقى رائعة عليها كباية شاي تجنن ممتازة في الرسم لازم أبحث على المجال هي أكسر تفوق فيه وفي أغلب الحالات بيكون المتأخر دراسيا نشيط في مساحات أخرى كتير جدا في الأغلب بتكون يدوي لكن شطارة أولئة الأمور حكتين أنهم يتوقفوا عن محاولة دفع ضعيف أنه يحصل الأكسر تقدما الشطارة التانية أنهم يدوروا على مساحة متفوق فيها الطفل الأقل تقدم وبالتالي ما حاولش بقى المساحة المشتركة فيها فاطمة بقى الشطرة في الباسكت الولدين التانيين يقولوا كمان إحنا عايزين نلعب باسكت ما حاولش أدخلهم بقى في مساحات تانية لأنهم مساحاتها تبقى الكسرة شديدة وفاطمة هتقول كمان يعني أنتوا جايبين لي في مساحات الباسكت أخليهم في مساحات تنافسية أخرى يعني أقدموا في لعبة مختلفة يحفظوا قرآن يعيجنوا يعزفوا لكن المساحات لازم أبحث داخل الأسرة عن مساحات تفوق وأكثر مساحة التفوق هي مساحة حب القرب إلى الوالدين أو القلب يعني أما أقول للصغيرة أنت حبيبة باب دي حبيبتي يعني دي أقرب واحدة لي وهي تحس وتشعر أن هي الأقرب وكل واحد فيهم بيحس ويشعر أنه هو الأقرب دي مساحة تميز بس اللي يعرف يعملها الميستر بتاع العواطف الجوة الأسرة اللي بيشعر كل واحد أنه هو الأحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كل واحد في المجلس يشعر أن النبي ينظر له أكتر يعني كل واحد يقول النبي بصري في هذا اللقاء أكتر دي عايزة شطارة ومهارة وجدانية وزكاء نسميه الزكاء العطفة أو الزكاء الوجداني من المفترض أن الأسر تكتسب ده وتمش وليس أن يطغيز الأولاد بالمشاعر يتقول ده أحبه وده أفضل وده الأقرب إليه إدارة المشاعر نجاح داخل الأسرة طيب إذا كانت إدارة المشاعر نجاح داخل الأسرة والأب والأم يعني هما المسؤولين عن ذلك بالمقام الأول والذكاء العاطفي كما أشرت ماذا إذا كانت المشكلة مشكلة الإحساس بالنبذ من الخارج يعني ما الذي بيد الأب أو الأم كي يساعدوا أبنائهم في ذلك على سبيل المثال إذا اشتكى الطفل أن زملائه وأصدقائه يرفضون اللعب معه سواء في النادي في المدرسة بشكل خاص ماذا يفعلون أشكال النبذ بتبقى جوه البيت وفي الأماكن اللي بيتردد عليها الطفل جوه البيت أو العائلة أو المدرسة أو النادي الأساس اللي احنا قلنا عليه بداية النبذ بتكون من داخل الأسرة يعني المثال أنه هو أنت جلس أنت رخم أنت بديه إخواتك ابعد عن أخوك الصغير هذه الألفاظ اللي هي احنا قلنا بتكون الذات في لقاءات قبل كده الكلمات اللي بس معها هي بتكون ذاتي فالطفل الصغير ده لسه مولود اللي قاعد في 3-4 سنين في البيت بينتقل إلى الحضان أو رياض الأطفال ومعاه الكلمات دي اللي هو أنت جلس أنت رخم أنت بديه إخواتك أنت لعبك تئيل ويبدأ يتحرك داخل رياض الأطفال بهذه المصطلحات فيبدأ يعد ويأخذ الحاجات من الأولاد والألعاب دي كلها بتاعتي ويسجد زميله هذه المشاكل اللي كانت في البيت يبدأ ينتقل فيها إلى رياض الأطفال يبقى أنا ما بلاقي المشكلة دي في المدرسة أنه محدش بيصحبه أو في شكوى أنهم بلعبش محد أو هو بدأ يقول لما ليش أصحاب رقم واحد بدور عليها كأخصائي نفسي بتدور عليها الأسرة إيه اللي جوه البيت؟ ميخلي ابني مكروه بر أشهر الأسباب اللي ممكن تكون سبب واضح جدا بيشوفوا الأخصائي بسهولة وما تشوفوش الأسر خالص أن الأسرة نفسها منبوزة ومنطوية يعني الأسرة هم بيقولوا كده إحنا أصلي مناش علاقة بحد إحنا في منطقة جديدة والعمارة مناش علاقة بالجران لأ أصلي هو والده مقطع إخواته الأم بتروحش عن دخالاتهم هي الأسرة نفسها منعزلة هي الأسرة نفسها منطوقة وكي عملهاش قول طبي حد مش متوقع أبدا أن ابن هذه الأسرة هيكون اجتماعي ومحبوب وغير منبوز داخل المجتمعات اللي بيروح فيها فابن الأسرة المنبوزة منبوز وابن الأسرة المنطوية منطوي يعني دائما؟ في الأجلب في الأجلب ودي علامة بحث بنسميها للأخصائيين الاجتماعين والنفسين مناطق دراسة يعني منطقة الدراسة اللي هدور فيها هي الأسرة رقم واحد في حالة النبض الاجتماعي أول ما أسمع كلمات بقى الأخصائيين كده يحطوا خط تحت الكلمات دي فالأم يبتكلم وقال الله بيقول لا والله سيحنا مقطعين خلاتهم من بيروحهم على طول مقطعين خلاتهم تحتها خط هي بجي منطقة دراسة يبقى على طول هنا علة ومعلول سبب وناء ونتيجة الأسباب التانية لو إحنا قلنا أن الأسرة زي الفل والأسرة بتتعامل بصورة جيدة وعلاقاتها اجتماعية وأبو اجتماعي وأمو اجتماعيين ما فيش أسباب بتقول أن السبب هو الأسرة أحد الأسباب اللي ممكن تكون شهيرة سلوكيات لم تعالك في الطفل زي الطفل اللي بيعد الطفل العدواني يعني بيعدوا بالتالي الأولاد اللي في المدرسة بيبعدوا عنه أحياناً كمان المدرسة تحاول تبعد الأولاد عنه لأنه هو بيضرب أو بيأذي سواء ده صح من المدرسة أو خطأ مش ده الموضوع لكن اللي بيحصل نية بتقولهم ابعدوا عنه أو هي تعزله أو تقعدوا تحت حماية يعني يعني هي عليها على طول أن هي ما يلعبش معها مراقب يعني مراقب علشان ما يأذيش الأولاد وبالتالي أنا محتاجة أشوف إيه في ابني مضر لأولاد التانين لأن الأسر التانية كمان معزولة الأسر ساعد تقول لبلادها ما تلعبوش مع عبد الرحمن عبد الرحمن ابني جيل ومعضوط في حاجبه ولا مخبوط وبالتالي بقول لابني ما تلعبش معه أو الطفل متحرش فبقول لبنتي ما تقربوش من عمر لأنه هو بيبوس البنات في الفصل ولا بيعمل معهم حاجات وحشة ولا بيأذيهم وما فيش رقابة في المدرسة فأنا طبيعي جدا كأسرة هقول لأولادي اللي في الفصل ما تقربوش من الولد ده وبالتالي أنا بقى كأبو الولد ده محتاج أشوف عندي إيه سلوكيات عندي ابني ما تعال كدش لسه وممكن تكون أنا قابلها زي أن اللي ضربك ضربه وبالتالي الأولاد هتبعد عنه زي اللي ياخد منك حاجتك ضربه خدها بالعافية ما تخليش حد ياخد حاجاتك أنا أحط بقى كأسرة أشوف إيه منطقة الدراسة اللي عايز أدور عليها سبب نبزي ابني طيب طلعي دي كمان ما فيش مشكلة فيها يعني إحنا أسرة كويسة والولد ما عنده لش سلوكيات لكن هو مش عارف يكتسب صدقات الأولاد بتبعد عنه في السن الكبير بندله مهارات اجتماعية اللي هي السنوي فيما فوق ويمكن دلوقتي من قول إعداد بندله مهارات اجتماعية اللي هي كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين إزاي يفتح حوار إزاي يتكلم لكن ده بيبقى بعد 11 سنة اللي قبل كده مش هتصلح معاه أبدا كل نصايح قرب من الناس يا ابني يعني ما تلاقيها الناس كده بتلعب حاول تخش معاهم كده كل هذه النصايح لا تجدي طب إيه اللي نعمله مع الأطفال إن أنا أمكنه بنقول في التنمية البشرية التحفيز دون تمكين قتل للنفس البشرية إن أنا بحفزه قوي قوي يبقى شاطر شاطر ويروح ينفز مش عارف التمكين في حالة النبز والانطواء هو التمكين أنا أطح له مساحات الانطلاق يعني الأسرة اللي ابنها بيجي لها إنه هو مالوش صحاب أو هو بيقول أنا مش هروح محدش بيلعبني محدش مصاحبني هتدور في المساحتين الأولانية أنا عندي مشاكل الطفل عنده مشاكل سلوكية ما فيش يبقى أعمله تمكين التمكين هو إن أنا أشركه في جميع الأنشطة اللي بتطح المدرسة عاملة رحلة حدوكة الحيوان عاملة رحلة لقلع عاملة رحلة لبزار عاملة رحلة لمتحف على طول الولد يشترك فيها كل الأنشطة والفعاليات اللي لا صفية والصفية اللي جوه المدرسة يعني صفية خاصة بمادة وجوه الفصل لا صفية خاصة بالأنشطة الأخرى يشترك فيها يشترك في جماعة العلوم جماعة أصدقاء البيئة جماعة الخدمة النفسية والاجتماعية كل نشاط ممكن يشترك فيه بل حتى الأنشطة اللي بيقولها عليها أنشطة ذات طابع وحدوي أو نعزالي زي مثلا الرسم الرسم هو بيقعد لوحد وبيقعد يرسم يشترك فيه لأنه من الممكن يكون الطفل انطوائي ونعزالي أو بيحب الخلوة نتيجة ميوله يعني هو بيحب يرسم وبيحب يقعد على لوحات بالساعات وما فيش مانع ويشترك فيها لكن هنا مهم جدا لمدير المدارس ومسؤول الأنشطة والأسرة أننا يكون معايا تواصل مع مدرس تربية الفنية مدرس تربية الفنية الشاطر مدرس الرسم الشاطر مدرس الكمبيوتر الشاطر اللي لا يسمح بإني يصدر لنا منعزلين ومنطوين يعني بطلع أدوات الرسم وقول الأولاد ترسم حتى لو هم مهرة لكن هم منعزلين عدد من الساعات داخل ورقة لكن مدرس الشاطر ومدرس الرائعة اللي بتاخد اللوحات وتعمل معرض وثلاث أربع أولاد من دول هم اللي يشاركوا في تأسيس المعرض وفيه ثلاثة من الشاطرين في الرسم ورسمهم هو الأقل لكن هم الأيمين باستقبال الضيوف هذه المهارات اللي بتدفع الأسرة أن يتحط أولادها فيها بتقلل من عزلاته كمان إيه تاني وإحنا قلنا يا جماعة الولي الأمر اللي بياخد ابنه للمسجد في صلوات على قد ما يقدر أبناءه غير منعزلين أبناءه ما عندهمش فبيات اجتماعية يبقى أنا طول ما أنا ابني بيخرج للمجتمع هو بيقدر يكتسب مهاراته ويختلف وليس اكتسب مهارات يا ابني قرب من الناس مش بالكلام لكن يا أب خد معاك عبد الرحمن لأنه هيقابل ستة هيقابل أربعة بيسلموا على أبوه هيقابل خمسة من ولاد أبوه هيقابل ثلاثة في المحل هما بيشتروا الخروج والتقابل أحيانا فيه مشكلة تانية أو نقطة تانية يقدر أولياء الأمور يعملوها بقوة ودي في الأسرة المنطوية أو المنعزلة الزيارات والتواصل العائلي فمنروحش ليه التواصل والزيارات العائلية لأن ساعتها الكبار بينشاجلوا مع بعض والصغيرين بينطلقوا في ألعاب وفي الأجلب هم مواخدين على بعض لأن ده ابن خال وابن عمى وأقارب يجدوا مساحات من التواصل النوادي والأنشطة الاجتماعية النوادي الكبيرة النوادي الشعبية مراكز الشباب السحات الشعبية أحيانا بنقول حتى الشارع والحارة والحي أني أنا أسيب أولادي تنزل وتحتك بالناس لأن الطفل المنعزل قليل للخبرات أما يبدأ يحتك بالناس يخرج في إعداده وسنة ويما عندوش أي خبرات حتى ألفاظ ومصطلحات الأولاد مش عارف مش عارفهم أصدهم إيه وليه الأمر يقول طب أنا بخاف أود أولادي بودين نادي بودين الحي بننزلوا للشارع بنزلوا للساحة بيجيلي بألفاظ وحشة بيجيلي بسلوكيات أنا وظيفتي أن أنا فالتر ده ده هو لو ما رحش وما جابش وأنا عدلت يبقى دي مش للتربية التربية هي التعامل على رأس العمل يعني التربية بالموقف وليس بالمحاضرات والشروحات يبقى بنزل أولادي للمجتمع المجتمع ده أصد بالساحة والمسجد والحي والمكتبة والفعليات علشان يقولي بحاجات حلوة وأعززها ويقولي بحاجات وحشة أعدلها وأقومها هذه هي التربية نعم أثناء الحديث دكتور تامر أشرت إلى فكرة الطفل الذي يوجهه الأباء والأمهات إذا ضربك أحد فلتضربه وربما تكون هذه من أسباب النبذ الاجتماعي أو العزلة الاجتماعية إنجاز التعبير يعني أشوم هنا رائحة التنمر في بعض الأحيان إذا كان هناك علاقة بين التنمر وبين النبذ الاجتماعي نريد أن نتحدث فيها ونعرفها منك ولكن فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة 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 هي الدراسة. لازم أبحث لميزة. الجزء الثاني اللي ما يكونش فيه غرابة في سلوكيات ابني. يعني ما يكونش فيه غرابة انه هو سري قوي. فالأولاد هي بتجيب سندويتشات الفول والفلافل وهو رايح بالسندويتشات الغالية جدا. او اللبس الغالي جدا. او اللي بيوصلوا السائق في مستوى اقل. وبالتالي الأولاد لما تحس انه هو مختلف عنهم. هيحصل حاجتين. اما حصل تنمك. هم يعني بيقربوا منه مش منبوز. بس هو هيكتشف بعد كده ان هو استجلال. او وبعض الأولاد بتقول كده. او ان هم يبتعدوا عنه ان هو غريب للغريب الأطور. او الولد دوت يحاول ان هو يجزب الآخرين بسلوكيات سيئة. يعني هو يوريه من هو اللي بيشرب السجاير. هو اللي بيشتم. هو اللي بيقدر يعمل مآلف في المدرسين. وده بيكتر في أعداد وسانوي. ان هو يحاول يقضي على انه منبوز. عن طريق ان انا استطيع اعمل حاجات انتم متقدروش تعملوها. انا بقدر اهين المدرس. انا بقدر اجيب ادوات بجير مسموحة جوه المدرسة. زي البنبو والمفرقعات والادوات اللي بنشوفها. هي حالة من النبز. فبيحاول يعوضها الطالب او الطفل عن طريق سلوكيات مخالفة. هنا شطارة بقى مش الاسرة. هنا شطارة المدرسين المعلمين المؤهلين دجوه المدرسة يعرفوا. هي حالة تعويض للتأخر الدراسي. زي ما بنشوف فيه اجلب حالات الاعتداء على الممتلكات في السن الصغير. او حالات السرقة في السن الكبير. بيكون في الاجلب وراها حالة من ايجاد. انا موجود. انا بسطوك يا جماعة. الحاجاتكم بيختيفي وانا اللي باخدها. حاجاتكم مش موجودة وهي اللي معاي. ودي خصوصا لما لاقي الطفل او الشاب المراهق بياخد الممتلكات ويسيب ورا دايما انقصر. زي اللي بيشرب سجاير. الاولاد تشرب سجاير وتسيب عربة السجاير تحت المخدة. يعني يا جماعة اكتشفوها بقى. يعني انا انا بعمل مشكلة. وده اللي بيخلي اللي احنا نقول انه هو حالة نبز واعتراف لا شعور. يعني بيقول انا عامل مشكلة اهو اكشفوها بقى عشان تحسوا بي. وبلاقي في الاجلب ان بعد ما يكتشف الاسرة المشكلة عند ابنها. اللي مكادش مهتمة به خالص. لانه الطفل اوسط مكادش مهتمة به خالص انه ناجح على طوله مش هيرين همه. اول ما نكتشف انه بيشرب سجاير او بيخش على مواقع اباحية. بقى محط العيون كلها. فتتصل بقى بابو المسافر. كان يعني لجذب الانتباه. او حيلة من الابناء لجذب الانتباه باي حال من الاحوال. كتير من الحرفات السلوكية بتبقى وراها هذا السبب. لكن انا عايز اخش فيه. ليه الطفل بيبقى منبوز. يعني ليه للأسرة تامبوز ابنائها. طيب عن هذه الاسباب. ربما هناك عبارات. اذا القيناها على مسامع ابنائنا. من الممكن ان يكون لها اثر ثلبي كبير جدا. سلبي كبير جدا. على ابنائنا. لماذا لست متميزة مثلا مثل اختك. يجب ان تتعلم من اخيك كيف تتحدث. هذه العبارات واشباهها. ربما نلقيها على مسامع ابنائنا دون ان ندري. اثرها عليهم. نتوقف معكم. وهذا المشهد التمثيلي. من رشدة نفسية. ثم نعود للتعقيب. دلوقتي انا عز اعرف درجاتك اقلم نختك ليه. فيها ايه زيادة عنك. نفسي تصرح شعرك ويبقى حلوة وجميل زي اخوك كده. نفسي تحسني اسلوبك في الكلام وتعدل ردودك شوية. ايه الناع كاشها اللي انت فيها دي. بص على اخوك وتعلم منه على اقل. احسن منك في ايه. نفسي درجاتك مرة تبقى حلوة زيها. الشطاري زيها ولو مرة. اللي اصغر منك احسن منك. يريد تبص لختك وتعلمي منها اسلوب الكلام. الرشدة النفسية بتقولك تحذير. المقارنة بين الولاد بتصير بينهم الكراهية وتسبب ضعف سقتهم بنفسهم. ما تقارنش بين الاولاد وبعض ولا بينهم وبين اي حد. لو عاوز تقارن. قارن ابنك بنفسه. هذا المشهد ايضا اعتبره قاسي بكل تأكيد. اذا ما اه وضع فيه اي طفل. بالتأكيد. لكن اشرت دكتور تامر الى ان اه هناك اسباب للنبل. هل الالفاظ او تكرير جمل بعينها على مسامع الاطفال من الممكن ان اه تخلق لديه هذا الشعور بالنبل. الاولاء الامور اللي بيسمعونا دلوقتي بيتمنوا انهم يعوش في هذه الاخطاء. لكن بنقع فيها احيانا غصب عننا. غصب عننا بمعنى غصب عننا لدرجة فرويد الحتمية نفسية. يعني انا ابوي وامي كانوا بيستخدموا هذا النمط في المقارنة. الازاء النفسي او المقارنة او التفضيل. وبالتالي انا مدفوع ان انا اقرر. دون ان اشعر. دون ان اشعر. وبالتالي الاسر هنا محتاجة تقف وقفة وتقول ده كان بيمارس معايا. وبالتالي انا مدفوع انا امرسه يعني بنسميه العلاج بالاستبصار. او الخطوة في العلاج هي الاستبصار. الاسرة تدري كده. ان انا بعمل زي ابوي. انا بعمل زي امي. وبالتالي مش عايز اولادي يتعرضه لنفس الازمة. او ان انا بستخدم نمط طربة. بيقول طبعا انا ابويا ربانا واحنا زي طالعين زي الفل. بس ولادك مش ولاد ابوك في هذا الزمان الدنيا مختلفة. الاسباب اللي بتخالي الاولاد الامور تقع في هذه المشكلات. ان هي تقارن. ان هي تغيز الاولاد ببعض. ان هي تغازل بالحب. طب بالشطر عشان احبك. او كل ده عشان احبك. المساومة. المساومة. احيانا بيكون ده لاشعورية. يعني من جير ما نحس فيه حاجة بتتحرك وراء الكواليس كده. منها مثلا المشاكل الزوجية. يعني بقى فيه مشاكل بين الزوجين. هلاء الام اوتوماتيكيا دون ان تشعور. لا شعوريا نسميها. بدأت تكره الولد اللي شبه الاب. الام المنفصلة نتيجة مشكلات عنيفة ولسه فيه محاكم. فتبدأ تكره الولد اللي شبه ابوه. ومامتها تقول له كده. انت طالع لابوك. انت شبه اعمامك. هذه الالفاظ لا شعوريا ازمة. بتحولتين بقى لشعورية دي الفاظ بدأت تتكلم. بتؤدي احيانا ان انا احب واكره ناتج على اشكال. الام اللي بينها مشاكل مع اخت جوزها. وعندها بنت شبه اخت جوزها دي. هللاقي فيه مشاكل في التعامل معها نسميها اسقاط. يعني بتقول دي شبهها. دي بتعمل زيها. دي نفس حركاتها. دي حركات ايديها وشها. وبالتالي تبدأ انعكاسات ان انا مش قبلاها. نسميه عدم قبول لا شعوري. مش متقبلاها. طب ايه اللي يحصل. هي او الام او ما تدرك هذه الحالة. ان البنت ملهاش سبب ان هي شبه اللي نسميها عمتها. اللي هي اخت الزوج. او شبه فلان او فلان او فلان. ملهاش زم. بمجرد ان المشكلة دي تطلع من تحت الظلام كده للنور. بتنطفي وبتخفل درجة كده. بمعنى المواجهة يعني. ان انا اعي. ان الاب والام يعني ان هما لو زم. ان 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 اصارح نفسي. الحاجة التانية اللون. احيانا الاسر تفضل تفضل اللون ده ابيض ده اصمر. اصر تحب الابيض. اصر تحب الاسمر. فيه ناس كده. اه ستعدي انتو جدا لاشعوريا. طيب فيه تاني تفضيل الانسة. لازال موجود على مستوى اللاشعوري. لازال موجود بالحقيقة. ولازال موجود على المستوى اللاشعوري. يعني الاب اللي مكلف تلت اربع خمس سبع بنات. وحاسة ما في حدش هيشيره لما هي اكبر. يبدأ يبصرهم نظرة دونية. ومستني بقى الولد. خصوصا البنت اللي جات بعد انتظار الولد. يعني هو مكلف اربع بنات. ومستني بقى اللي جيدة بقى. لازم يبقى ولد بقى. فتيجي بنت يبدأ يعامل البنت اللي هي جات محال الولد. لانها خطفت منه الولد. بس قدامنا وقدام المجتمع وقدام نفسه دينيا كده ظاهريا. يقول لا طبعا دي البنات رحمة والبنات كل حلو. يعني حاجة كويسة جدا. لا لا ده جاهل وتخلف. لكن على مستوى اللاشعوري في التعامل بدأ يعامل البنت دي معاملة المعاملة سيئة. والعكس. اللي عنده اربع زكور ومستني بنت نفس المشكلة قد يقع فيها. الاسباب الخاصة بيه الصمت الزواجي. الطلاق العاطفي والصمت الزواجي. اتنين مش متطلقين. وفيش منهم مشاكل. بس ما بيعملوش بعد كويس. نجد ان ام او الاب احد اطراف الاسرة. وفي الاجلب بتكون الام. ان هي تاخد حد من الاولاد وتقول خلاص. يعني. ده اللي هعمل بيه عملية التعويض. وتستقدم الفاظ زي كده. ده اللي اطلعت بيه من الدنيا. ده حبيبي دوت. ده نرام يا توبتو. لكن هو ده اللي لي. اذا نعود مرة اخرى الى نقطة البداية وهي المقارنة او اشعار الاخر بان التفضيل. بس الكتورة هنا ان التفضيل هنا لا شعوري. المسترح حتى اللي بيستخدمه فرويد يقول تنشب اظافرها في جسد الضحية. بتشل الولد دوت انه متحركش. انت حبيبي هي تأكله. هي اللي دافع عنه. اللي تعمل. يعني طفل اللي يسميه التدليل الزايد. حتى لو كان هذا المسبب النفسي اللي شعوري او لا. التدليل الزايد يؤدي الى طفل منبوز. فهو قاعد في المدرسة عايز الناس تخدم عليه. عايز الناس يروح تشتري له حاجات من المقصف وهي اللي تحلوله الواجبات. ومحدش يقوله كلمة تعديل او يعدل عليه. هو يعني. وإلا يجب لكم امي. امه اللي بتدفع عنه. هي عضلات وهي ازافر. يؤدي طبعا الى طفل منبوز داك المدرسة. اذا هذه يعني تقريبا اسباب كثيرة من الاسباب التي من الممكن ان تؤدي الى الطفل المنبوذ. ووردنا حقيقة عدد من تعليقات متابعين على صفحتاء الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر. على السؤال الذي كنا قد طرحناه عليكم. ما اسباب النبذ الاسري والمجتمعي الذي يتعرض له الاطفال. ومن بين الاجابات التي وردتنا عبر فيسبوك. الهم تقول من المفاهيم الخاطئة حول اساليب التنشئة. افتراض ان التنشئة الصالحة تقتضي استخدام قدر من العقاب الجسدي او اللفظي ضد الطفل. تعليق اخر يقول. العقاب الغليظ لا يبني شخصية صحيحة نفسيا. بل العكس. كلما عمل به الطفل في صغري يرجع للوالدين في الكبر. انور الامين شارك معنا قائلا انا تعرضت لمثل هذا العقاب وبقسوة عندما كبرت تعافيت من رواسبه ولا اريد ان اكرر التجربة في ابنائي. رجاء الخضري شاركت معنا قائلة عن الاسباب الفقر والجهل وعدم الوعي في تربية الابناء وانشغال الاباء والامهات عنهم لجمع المال او بالاستمتاع برفاهية الحياة. ومن التعليقات التي وردتنا عبر تويتر شارك معنا ابو محمد اسورياني قائلا افضل اضرب ابني بالعصى الضرب الخفيف فانا لا اعاقبه ولكن وادبه ولا اعزله ولا اعزله طيب داود عبد العان شارك معنا قائلا ابو مطحون في حياة بائسة وام منشغلة ودين ابتعدنا عنه واخلاق مجتمع تغيرت فكل ذلك يؤثر بالمقام الاول على اطفالنا. طيب كانت هذه مجموعة من المشاركات التي وردت الينا استاذ ثامر لو لك تعقيب وتعليق عليها. الاعقاب البدني واللفزي النقطة جميلة جدا لان وجد ان في من من الفاظ المنتحرين المقدمين على الانتحار او اللي انتحروا بالفعل وسيبين خطابات او تسجيلات. والمكتئبين اللي بيعانوا من الاكتئاب وجدوا ان في مصطلحتهم الفاظ مش بتاعتهم لكن هم تدربوا عليها لسنوات. زي كلمات انا فاشل. انا ضعيف. نجد عند المنتحر كلمة انا ضعيف. انه مش قادر يساعد حتى نفسه او يطلب المساعد. انا فاشل انا مش هقدر. اخرتها ايه. هعمل ايه يعني. طب وبعدين. كل هذه المصطلحات بتبقى مضرب عليها الشخص المنتحر والمكتئب لعدد كبير من السنوات داخل الاسر. يعني الناس اللي قالوا يا جماعة الاسر هي اللابين الاولى لبناء المجتمع ده مش من فراج لكن هي مشاهدات حقيقية ان الناس اللي بتفسد سلوكيا واخلاقيا وراها اسره لم تراعي طفولة هذه الابناء. العقاب اللفظي ده اللي خلى الاقصائيين النفسيين والمختصين نفسيين يقولوا بناء الشخصية هي مجموعة كلمات في الطفولة. قوة الشخصية او ضعفها هي الكلمات اللي تجزع عليها الشخص في الطفولة. فانت قوي انت تقدر انت تستطيع حاول كمان مرة معلش نحاول تاني دي كلمات اللي تصنع الشخص القوي. ما انت حاولت وممعرفتش هتعمل ايه يعني. كنجرة كاشتر هتكسرها هتبوزها انت فاشل انت ضعيف. دي اتقل منك. انت لسه تغير كل هذه الكلمات تصنع شخصية ضعيفة غير قادرة. اللي هتغير السلوكيات المحرفية بتاعتها الى ان تصل لا قدر الله الى الاكتئاب والانتحار. دي نقطة مهمة جدا في الالفاظ والعقابات. العقاب البدني اخونا اللي بيقول. وده نقطة مهمة ان بعض الاسر تستخدم العقاب البدني الخفيف. في قاعدة مهمة للمدارس حتى في المدارسين يقول. طول ما انت معاك العصاية تستخدمها. يعني طول ما انت ماسك في ايدك عصاية. في مدارسين يحبوا كده. يمشوا في قصة الفناء في كتير من الدول. في المدارس اللي عددها كبير. وهي مدارس ما فيهاش امكانيات ضخمة. علشان يسيطر على العدد. بيمسك عصاية. يمسك عصاية كده يعني تخوف الاولاد. فيقول انا بضربش بيها. لا. هي طول ما هي معاك انت هتضرب بيها. زي شخص ماشي بمسدس. وهو فيه السلاح ومرفوع الزناد. هستكدمه. مع اي حد هيغضبني. هتكسر علي في اشارة. سهل. احتمالية استخدامه اعلى واكتر بكتير. فهنا فيه خطورة اللي هي استخدام الازاءات البدنية الكفيفة. سهل جدا تتطور الى العنيفة. نعم. فيه جزء في العقاب مهم جدا اللي احنا قلنا فيه شعوري. ان انا قول طب ما انا ضربت وطلعت زي الفل. طب ما احنا اباءنا ضربونا وطلعنا زي الفل. الحيا احنا ما طلعناش زي الفل. ووقعنا ووقع الامة بتاعتنا ككل حتى بيقول ان احنا مش زي الفل. عندنا مشكلات وفي الاجلب هي مشكلات شخصية. مشكلات في الشخصية. في الاساس نعم. بتظهر بقى الفل ده بيظهر عكسه فيه في مواقف الفتنة والسقوط فيه. السبات. القبول. الاجراءات المالية والجنسية والمناصبية. ما طلعتش زي الفل. وفي الاخر لا بيكون لا فيه فل ولا يسمين. حتى طيب نتوقف الان مع نصائح عامة للتعامل مع الطفل غير المحبوب. نتابع. اشتركوا في القناة كانت هذه مجموعة من النصائح التي من الممكن ان تساعد الاباء والامهات لحل هذه المشكلة. مشكلات الطفل المنبوذ استستامر لو لك تعقيب او اضافة تحب ان تضيفها. عايز اقول في وسائل اسرع اسرع واسهل. طبعا ده جميل جدا ورائع وهي يعني زي كتاب ما بيقول. لكن الاسر اللي عايزة اسعافات سريعة. المسجد وسيلة سريعة جدا لعلاج نبز الاطفال. خصوصا انشطة المسجد. الحلقات الصغيرة. الانشطة اللي جوه المسجد. لان الولد في المسجد بيتعامل مع عدد صغير ومفيش عنده صراعات طويلة الامت. المدرسة بيعود بسبع ساعات. المدرسة فيه تنافس قوي. مش عارفين المدرسين بيعودوا ينفسوا ازاي. يعني بيعززوا وبيعقبوا ازاي. لكن المسجد هي عدد قليل من الساعات. بيروح يحفظ يعني صورة الناس ويرجع. خصوصا ما يكونش فيها ضغط. كمان المسجد متاح لنا. المسجد اما فيه انشطة مع الاطفال. او على اقل. وسيلا هو روح زي ما قلنا مع الابوين. الولد يروح مع والده. والبنت تروح مع والدتها. مهم قوي التفرقات الجنسية دي. عشان يعرف التنمية الجنسي. جزء تاني سريع وفي متناول الاسرة هي الزيرات العائلية. زي ما قلنا. بيتعامل مع اولاد الكالة. واولاد العام. الانشطة الصغيرة السريعة. القاطفة. اللي يقدر فيها يكون مساحات تقارب دي. خصوصا الاولاد اللي عندهم مشاكل سلوكية. يعني هو بيعد. هو بياخد الحاجات. بيستأثر. لسه المجموعات مش هتكتشف جلسته بسهولة يعني. يعني يروح في مجموعة رسم. اللي هي فعالية عملها مؤسسة كذا. او منظمة كذا. او جماعية كذا. ساعتين وبنرجع. تلس ساعات وبنخرج. في حديقة في نادي. المساحات دي تسريعة. وبتعدل اكتساب السلوكيات والاصدقاء بسهولة جدا. الجزء المهم جدا فيه السن الصغير. قسرة الحكي والحواديث مع الاطفال. لان الاطفال بتتقمص شخصية البطل. طول ما انا احكي لهم ده بيخليه يسألني. وجزء مهم في حكي الحواديث. لما طفلي قطعني. ويضيف على القصة. ما تغصي وابقى عايزة اخلص قصتي. يقوله طب استنى بس انا ما اخلصها لك. ده هي الحلوة دي. يعني هدف القصة ان هو يحصر الحوار ده. هو ممكن يقلب سيناريو جديد. يعني الاطفال يقول طب هو البطل ده والصيد ده متجاوز. يعني انا مش حافظها كده. انت خرجتني عن الحدوث. لا سيبه. انت رأيك ايه طب ممكن ما يتجاوز وممكن مش متجاوز. اخش معاه في تفاصيل. لان كسر الحكي واللي نسميه الذكاء اللفظي واللغوي. يقلل عدم يقلل النبز داخل المدرسة. المنبوذين قليلين في المهارات اللفظية واللغوية. كل ما دي ابني مهارات لفظية ولغوية اكتر. يبقى عنده علاقات اجتماعية اكتر. وده يخلي ان التابلت والكمبيوتر والناسيب ابني قدام التلفزيون. بيموت ويبطط ويقلل ويضعف مهاراته اللفظية. لانه بس هو بيسمع. مش عارف ايه طلع ويخرج كلمات. هيروح المدرسة مش قادر يتكلم. فيبقى قاعدة على جنبه ماركون. الوسائل التواصل الاجتماعي بتاعة الفيسبوك والواتس والتواصل الاجتماعي على انواعه. بتخلي اولادي في الاعداد والثاني ومعندهمش مهارات التواصل الاجتماعي. يبقى شاطر وغير منبوز على الفيسبوك. ويعني يعرف عشرات الناس وعنده متابعين. لكن داخل كليته وداخل مدرسته وداخل شغله منبوز. محدش بيعرف يتكلم. هو ما عرفش يجيد حوارات ده للكبار الا على الفيسبوك. ما عرفش يجيد حكي لانه في البيت ما بيعرفش يتكلم حد الى من خلال الشاشات. نعم. هذه نصائح قيمة نختم بها هذا اللقاء. وخلاصة القول سستامر ان الاسرة والتربية هي الاساس حتى وان ظهرت الاعراض خارج المنزل. نعم بهذا ينتهي لقاء اليوم الساعة الصباح. اشكر ضيفي في الاستوديو اخصائي ارشاد والتوجيه النفسي الاستاذ تامر جمال. كما اشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا. اتمنى لابنائكم النجاح والسعادة الدائمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى